موسيقى السلام عليكم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر أهلا بك فارغ أهلا بك وسامة وأهلا بكل مشاهدي النادي الأهلي ومشاهدي خطة أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان جمهور النادي الأهلي اللي تقال النهاردة واللي عندنا جملة حفظنها كلنا عن ظهر قلب هي جمهوره دا حماة بالتأكيد دور جمهور النادي الأهلي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا كان دور عظيم كانت حقيقي ملحمة كنا نفسنا إنها تكتمل بإننا نحقق اللقب ولكن زي ما قال الكابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي اللي غطى تبعات ما قبل وأثناء وما بعد النهاء الأفريقي اتقال إن احنا مش بيحسننا نتيجة مش بيحرقنا فوز أو خسارة احنا بيحرقنا مواقف وبالتالي حتى مع الهزيمة وخسارة البطولة كان لنا مواقف لازم نستعرضه النتائج هتكون ايه؟ النتائج بالتأكيد مرتبطة باللي بيديره منظومة كرة القدم سواء داخليا أو خارجيا انت عليك فقط لغير إنك تنور الطريق إنك توضح دورك تنويري مش دورك إن انت تنفذ التنفيذ أكيد عند الكاف عندنا كلام كتير جدا هنقوله بالتأكيد عن المؤتمر وهنحكي الحكاية وهنحكيها من البداية ولكن طبعا يعني عندنا مباراة بكرة فارس مع المصري بالسلوم في كاس مصر قديم بقى جديد مش مهم يعني احنا متركسي عندي تعقيب الأول طبعا على بداية المؤتمر وعندي تعقيب على اللي حصل النهاردة يعني كابتن محمود الخطيب كان البعض أو الكسرين أو كل جمهور النادي الأهلي بنتظر المؤتمر وهو الحدث النهاردة والحدث اللي كنا كلنا بنستنى ليه الحدث اللي كلنا بنستنى لأن النادي الأهلي أعلن إنه هو في كل الأحوال سواء حقق اللقب أو محققش اللقب في النهاية فيه مؤتمر صحفي بعد البطولة يمكن البعض كان بيتكلم مؤتمر صحفي بعد البطولة أنا بشوف إن انت أصلا كان عندك أجواء بتشتتك قبل البطولة فأنا بشوف الكلام اللي تقالي النهاردة تخيله أصلاً كانت قال قبل البطولة هل كمان كان حيسبب مزيد من الضغوط ومزيد من الهمهمات حوالي الفريق ولا لأ بس المهم ودي رسالة لقيت ناس كتيرة جداً بترددها النهاردة أجماعة النادي الأهلي نادي مؤسسي كابتن محمود الخطيب وهو يتحدث يتحدث ليس فقط بمنصب رئيس النادي الأهلي بل بمنصب شخص مسؤول عن النادي الأهلي ويوصق للتاريخ هنا في قناة النادي الأهلي فيه برنامج أكيد أنتم تابعينه بيقدموا الأستاذ سامح السوريتي عن محاضر جلسات مجلس الإدارة بتلاقي فيه تاريخ تلاقي فيه كل رئيس نادي قال إيه فبالتالي مقام رئيس النادي الأهلي لما يجي يتكلم لشكل معين ارجع من أول عبود باشا مروراً بالفريق مرتجي وكتير جداً من رؤساء النادي الأهلي من أول جعفر ولي باشا لما قال أخلاق قبل البطولة لنا كتالوج في كل صدماتنا مع أي مؤسسة ارجع كده في التاريخ وافتح محاضر الجلسات وشوف اللغة والخطاب وكيف كان يتحدث النادي الأهلي بكل قوة عن حقوقه ولكن بشيم وأخلاق الكبار أمرك ما تسمع في النادي الأهلي اتهمات مرسلة لشخص أو إساءة لشخص أو تعرض لشخص بمعزل عن القضية اللي بتتكلم فيها قصتنا ورق قصتنا أحداث مش قصتنا أفراد ولا قصتنا أشخاص إنما النادي الأهلي دايماً بيتكلم في مبدأ ده اللي حصل النهاردة عشان كده عمرنا ما حكون صورة من غيرنا وللأسف أنا حزين على بعض الشباب وأنا بعذرهم اللي بدأوا يشوفوا ناس فهمتهم إن الصوت العالي هو اللي بيجيب الحقوق راجع كده وشوف الصوت العالي جام كام بطولة والمؤسسة والإدارة اللي بتتكلم بالورق واللوايح جابت كام بطولة أو عتخلي الاستثناء يبقى قعدة ولا قعدة تبقى استثناء أما تفاصيل المؤتمر أكيد عندنا كلام فيه كتير جدا لكن خلينا أكد على نقطة إن الصوت العالي كابت المحوم الخطيب بالنهاردة في البيان قال الكلام ده إحنا بنتكلمش كتير إحنا بنشتغل لما بنخسر البطولة بنقفل على نفسنا ونشتغل لكن بالتأكيد فيه أوقات معينة الصوت العالي بيجيب نتائج وبيجيب مكتسبات ولكن هيجيبها لمدة قد إيه قد إيه على المدى البعيد هتكسب إيه فأنت ممكن تكسب بطولة لأنك بتستغل ظروف مرحلة لكن النادي اللي عنده هوية ما ينفعش يتلون بلون المرحلة انت لك لون معروف من أول يوم لآخر يوم بتتعامل بيه وفق لوائح وقوانين فده بس تأكيد على الصوت العالي اللي البعض شايفه جايب نتائج وارد جدا يجيب نتيجة المرحلة اللي احنا فيها لكن مش هستمر على طول نروح لها بقى المقش بكرة ومباراة المصري بالسلوم وطبعا يعني عندنا قيمة المباراة خالية من اللعبين الدوليين عندنا يمكن مصطفى شبير هيكون هو الحارس الأساسي وعندنا محمد محمود وبعض من اللعب الدوليين لو عندنا القيمة ممكن نستعرضها هنستعرض يا أسامة أكيد القيمة القيمة موجودة معنا هي على الشاشة حراسة المرمى مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف وعندنا أيضا في خط الدفاع موجود كتير جدا من الأسماء الجديدة عندنا في خط الدفاع موجود محمد متولي رامي ربيع بدر بنون أحمد عبد النبي محمود وحيد كريم فؤاد ومحمد هاني وأكيد بقية القيمة عندكم على الشاشة هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم والأهلي خطة أهلا بحراتكم من جديد والأهلي خطة أحمر طبعا النهاردة شغالين على المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي المفترض لا صوت يعلو فوق صوت المؤتمر الصحفي لان دي قضيتنا اللي احنا متبنيانها من فترة طويلة جدا في قناة النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا جماهير النادي الأهلي النتائج أن انت ممكن تحاول تغير المستقبل أن دا ما يتكررش تاني وأنا متأكد أن دا مش هيتكرر تاني لأن خلاص الدين تسدد لكن عندنا نقاط ما ينفعش نتجاوزها هنقف عند عشر نقاط عشر نقاط في المؤتمر الصحفي هنلقى الضوء عليهم وبعد كده هناخدهم معاكم فيديوهات ولكن النقطة الأولى المهمة جدا وهي علاقة النادي الأهلي باتحاد كرة القدم المصري ورسالة واضحة وصريحة النهاردة على لسان الكابتن محمود الخطيب لا يصح أبدا أن يردد الاتحاد المصري ومسؤوليه الأكاذيب يعني يمكن الكابتن محمود الخطيب قال أنا كنت باستمع لتصرحات فبدحك فأول نقطة هنقف عندها هي أن لا يصح أن يردد المسؤولين في اتحاد كرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم مسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر إيه هو الكلام ده أن النادي الأهلي هو المسؤول عن تقديم ملف البطولة ولا اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف البطولة واستشهد النادي الأهلي يا فارس ببند واضح وصريح وضح النادي الأهلي بقى إيه هو الكلام اللي لا يصح ترديده لما قال النادي الأهلي أن المسؤول عن تقديم طلب تنظيم البطولات هو اتحاد الكرة وليس الأندية واستعرض بند واضح وهو البند رقم 28 الخاص بتنظيم المبارنية من لائحة دوري الأبطال والتي تسلم عن النادي الأهلي من الكاف قبل بدء المسابقة نص البند بيقول بلسة يتم لعب الدور النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف وكابتن محمود الخطيب شدد على فكرة إحدى الدول بشكل واضح عشان يتقال أن القصة مسؤولية تنظيم الدولة هذا هو البند الذي نص على قامة المباراة بأحدى الدول وليس بأحدى الأندية ألما بأن الحكومة المصرية تساند دائما استضافة لكل الأحداث الرياضية الدولية وده اللي أكده الوزير مؤخراً يا أساني نحن هنا في قضية من المسؤول النادي ولا اتحاد القرى للتقديم لا النادي غير مسؤول على الإطلاق والسؤال اللي طرحه النهاردة الكابتن محمود الخطيب كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن استكمال مشواره في البطولة بل من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى طبعاً كرة القدم مهما كانت إمكانياتك انت وارد أنك تقسر وده وارد جداً لأن المباراة فوز تعاد الخسارة فبالتالي أنا على أي أساس كنادي أقدم لاستضافة بطولة من الوارد جداً أن أنا أكون مش واصل للمباراة النهائية نقطة كمان مهمة جداً يا أسامة أننا نقول أن النادي أهلي قال لأنه تردد البعض بيقول ما أنت عارفين نظام المسابقة كان حيوبة إيه النادي الأهلي قال رد وجيه جداً لما قال الدور النهائي لدور الأبطال يقام من مباراة واحدة منذ ثلاثة سنوات أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة نادياً واحداً في قارة إفريقيا تقدم لاستضافة نهائي البطولة بالطبع لا يوجد زي ما أكد كابتن محمود الخطيب لأن الاتحادات هي من تتقدم بطلبات الاستضافة وده يا فارس دليل واضح جداً من ضمن الأدلة اللي احنا بنقول فيها أن اتحاد كرة القدم هو المسؤول ألا وهو أن كان في ملف لاتحاد كرة القدم السنغالي وملف لاتحاد كرة القدم النيجيري ده كان متقدم لتنظيم دوري أبطال أفريقيا ثم انسحب في النهاية عشان يتبقى فقط لغير ملف المغرب ونيجيريا كان الملف اللي تم تقديمه لدوري الأبطال فقالوا لقى الملف ده مش مكتمل فروحنا لنكمل فيه الكنفترالية والنيجيريا أو الاتحاد النيجيري هو اللي نظم المباراة النهائية دون وجود فريق ممثل لي والأمر ده مختلف تماماً عن أوروبا أوروبا فيه أوقات كتيرة جداً بنشوف أن أساساً البطولة بتبقى انتحدى النهاية قبل المباراة أو قبل البطولة المباراة النهاية بتحدى قبل البطولة وكمان في أوروبا الوضع مختلف عادي جداً دولة بتنظم فريقها ممكن ما يشاركش في دوري الأبطال يا فارس فده أيضاً دليل على أن الاتحاد هو المسؤول وليس الأندية كابتن محمود الخطيب وجه تساؤل بالدليل رداً على كل الأقويل اللي تقالت مرسلة من اتحاد الكورة لما قال إيه؟ مثال واضح هو يا جماعة عند استضافة مصر نهائي دوري الأبطال 2020 اللي كان بين الآله والزمالك كلاهما المقصود هنا طبع الآله والزمالك لم يتقدم ولم يطلب تنظيم النهائي اتحاد الكورة هو الذي تقدم وللتوضيح أكثر كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة أربع فرق اتنين من مصر ومثلهم من المغرب وتم الاتفاق داخل الكاف حالة صعود ناديين من مصر تقام المباراة النهائية في القاهرة وحال تأهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانكا وإذا تأهل نادي من كل دولة تم وقتها إجراء قرعة يا أسامة قالت إن النهائي حيكون في مصر فأنت عندك نموذج عملي ما كانش النادي طرف فيه خالص فأي تقديم للصدافة لا الأهلي ولا الزمالك أصلي ندخل على دليل السابع وده دليل واضح وصريح وهو نص الخطاب اللي أرسله اتحاد أو مسؤولي اتحاد الكرة للدكتور أشرف صبحي وبداية الخطاب كان فيه كلام فاصل جدا ألا وهو الجملة وهنقراها بوضوح هي استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الأفريقي والدولي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب فيه التقدم لتنظيم عدد من البطولات القرية إذن الاتحاد الذي يرغب هتقول لي إيه هي البطولات هقولك ده أنت تذكر في الخطاب ده خمس بطولات من أصل السبع بطولات اللي كان بعيدهم الاتحاد الأفريقي والحصن حظ النادي الأهلي عشان يبين الأمر وتتضح الحقائق كان نهائي دوري أو نهائي الكنفدرالية أحد هذه البطولات اللي كانت تحاد القرى بينتوي تنظيم المباراة النهائية لها سامنا يا أسامة ودي لقطة أيضا النادي الأهلي ما سبهاش وكابتن محمود الخطيب كان رد وقاطع عليها لما تقال أن نادي بيرامدز تقدم لاستضافة الكنفدرالية النادي الأهلي قال إيه أعلن الاتحاد عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكنفدرالية تنظيم النهائي يجعلنا نسأل اتحاد الكرة من الذي أبلغه المقصود هنا النادي طبعا أن هناك تقديم طلبات لاستضافة المباراة النهائية للمسابقات الإفريقية في هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي أو تحدث معه مسؤولي الاتحاد هاتفيا وإذا كان هذا حدث لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهلي نقطة أخرى النادي الأهلي أو أي نادي عندما يحتاج إلى طلب من وزارة الرياضة هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة أولا طبعا ده ليس صحيح كل الأندية من حقها أن تخاطب الوزارة مباشرة وهنا مهم جدا خصوصا لو أنت مسؤول وانتبهت لفكرة بيرامدز وأخترته أو هو حتى لو هو اللي أختارك طب ليه في الوقت ده ما كلمتش النادي الأهلي ودي النقطة التسعة اللي بيتساءل عنها مجلس إدارة النادي الأهلي في المؤتمر من خلال رئيس مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب كل شغالين في الوسط الرياضي عارفين حقيقة واضحة جدا ولا تقبل الشك أن أي اتحاد قري عايز يخاطب أي نادي بيخاطبه من خلال الاتحاد الأهلي أو الاتحاد المحلي طيب عمل إيه الكاف الكاف أرسل خطاب واضح وظهر للجميع اللي كان مخفي ده يوم 19 يناير 2022 الخطاب ده وصل للاتحاد هنا النادي الأهلي بيتساءل هل حضراتكم بعدتوا الاتحادة الخطاب ده للنادي الأهلي أخترتوا النادي الأهلي بي سواء كتابة أو حتى باتصال هاتفي من ضمن الاتصالات الهاتفية اللي ممكن تكون مع أندية أخرى ده ما حصلش فبما أنه ده ما حصلش أنا ما ينفعش كنادي أهلي أدفع ضريبة حجب المعلومات عني وهنا دليل أو نقطة تاسعة عشان توضح الواضح أن الاتحاد هو المسؤول عن التنظيم والاتحاد هو المقصر في التواصل مع الأندية لأن ده الدور اللي بيقوم به أي اتحاد أهلي حلقة وصل ما بين الاتحاد القاري والأندية ده كان موجود بقى بوضوح يا أسامة في البند العاشر اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب واللي النادي الأهلي قاله لما قال أن الخطاب الذي تلقاه اتحاد الكرة من الكاف يوم 19 يناير 2022 تضمن تنظيم كل البطولات عند مقارنته بالخطاب اللي أرسلوا اتحاد الكرة لوزارة الرياضة والموقع من رئيس الاتحاد والموقع من رئيس الاتحاد ويطلب فيه تنظيم بعض البطولات الكل لاحظ أن اتحاد الكرة طلب فيه خطابه تنظيم خمس بطولات وقام بحسف البند الأول الخاص بنهاية دور الأبطال الموجود في خطاب الكاف وكمان هل رأى اتحاد الكرة أن نهاية دور الأبطال غير مهم وده سؤال مشروع جدا إيه مبرراتك لحسف البطولة مع العلم أن الاتحاد الافريقي وضعوا في المرتبة الأولى ما بين كل البطولات الافريقية وفيه سؤال آخر لماذا لم يرفق اتحاد الكرة صورة من الخطاب الذي تلقاه من الكاف مع الخطاب الذي أرسله إلى وزارة الرياضة على الأقل لإبلاغ الدكتور أشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من الاتحاد الافريقي وأن هناك فرصة لمصر لتقديم طلب تنظيم دهاء دور الأبطال ونحن على يقين أن وزارة الرياضة لو كانت قد طلعت على خطاب الكاف لو وافقت على الفور على استضافة المباراة النهائية دول عشر نقط وعشر نقط من وجهة نظر النادي الأهلي والنادي الأهلي بيترحم بالدليل وبيترحم بمستندات وبواقع وبيشوف المنطق اللي النادي الأهلي يعني صاق فيه العشر نقاط دول لكن هتقول أصل النادي الأهلي هو طرف أصيل مع اتحاد الكرة عندنا بيان نزله المهندس هاني أبو ريدا عدو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي اتكلم فيه بوضوح شديد جدا إن أي بطولة متعلق قرارات تنظيمها بتعود للاتحاد الأهلي الاتحاد المصري يعني أي بطولة أنت تنظمها في مصر سواء بطولة تخص منتخبات بطولة تخص سيدات تخص رجال تخص كرة القدم تخص أندية الاتحاد فقط لغير هو المسؤول وليس شخص آخر أفلنا الموضوع والمكتب عدو المكتب التنفيذي المهندس هاني أبو ريدا أكد على الأمر ففكرة التساؤل بقى مين المسؤول والكلام اللي بيصاق إعلاميا اللي هو يعني بيثير الدحك هي فكرة خلاص إنه السؤال ده أصبح الأمر واضح النادي ليس مسؤولا الأمور اتضحت من خلال عشر نقط ومن خلال بيان المهندس هاني أبو ريدا ده بس الأمور أصلا كانت واضحة ولكن حبنا نوضح الواضح ما احنا أصبحنا دلوقتي محتاجين نوضح البديهيات الاتحاد المسؤول ولا النادي الأهلي المسؤول أعتقد أنه تفارس واضحة جدا وبتضع المسؤولية كاملة على الاتحاد المصري اللي كرة القدم أنا أعتقد النادي الأهلي كان في سرده محدد ودقيق وكابتن محمود الخطيب عرض النقاط واضحة وصريحة وما فيهاش مجل التأويل وعشان كده لما شفنا خرج المهندس هاني أبو ريدا اتكلم في حتة المسؤولية المحددة لمين الكل أجمع عند المسؤولية هنا كانت في الموقف ده عند اتحاد الكرة اللي غريبة يا أسامة أنه هو في غضون دقائق كان خرج بدأ يوزع على الصحفيين كلام عن خاطر ردود أو ردود كلها أغلبها مرسلة وسبحان الله لحد دلوقتي ما فيش قرار يخص مباراة أسيوبيا والناس بتتباحث ولكن كانت سرعة دقيقة جدا على الرد على أهلي بكلام مرسل لما نشوف بقى الفيديوهات اللي معنا والناس تدخل معنا في الأحداث هتعرف ليه فعلا هو كله كلام مرسل هو مش كلام مرسل وبس يا بلونات اختبار وأعتقد أنهم هيتأخروا أو في الرد الرسمي لأن الوضع بالنسبة لهم صعب جدا جدا وخاصة كمان مع ملف اختيار الموديل الفني ورحيل الموديل الفني الأجنبي والنتائج اللي حصلت للأسف مصر بتنهزم أمام أسيوبيا من أكتر من يعني مر أكتر من 30 سنة على الهزيمة التانية في تاريخ مبريات 18 مباراة بين مصر وأسيوبيا وأعتقد شفنا المستوى ظاهر إزاي وشفنا القرارات إزاي ورايحين كوريا وأعضاء مجلس إدارة أربع أعضاء رأساء بعثة بمن فيهم رئيس الاتحاد فكمان تدخل في ملفات زي ده والبعض اللي كان بيتكلم عن فكرة أصلا ده ممكن مباراة كورة وتسعين ديه لا الملف اللي احنا بنتكلم فيه ده هو حق قصير هو ده الإدارة هو ده إدارة كرة القدم فالقصة ما كانتش نادي أهلي وبس لا ده كمان حق مصر في تنظيم محفل هام زي ده ولكن عايزين بقى ناخد الحكاية واحدة واحدة كده واحكاها لنا من البداية فنطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب بعده إن شاء الله فاجأنا الكاف لبيان على حسابه الرسمي وأعلن عن إقامة المباراة النهائية في المغرب واستند في حيثيات قراره إنه لم يكن لديه سوى دولتين فقط المغرب والسنغال والسنغال انسحبت وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة وهذا أمر غير عادل ولا يليق بقرة كبيرة بحجم قارة أفريقيا التي نعتز كلنا بها بصراحة إحنا في حاجة أن يرد الاتحاد الأفريقي على هذه الأمور التالية لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن انسحاب سنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها أعلن إنه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب وهو نفس ملف السنة الماضية ونكرر لا توجد لدينا مشكلة مع عشقائنا في المغرب خلافنا فقط على قرار الكاف في بيان الكاف التوضيحي الذي أصدره يوم 12 خمسة قال فيه إنه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب أفريقيا من تنظيم دول الأبطال لأن ملفين دولة غير مكتملين في حين إن بيان الكاف الذي أصدره بتاريخ 11 خمسة إنه منح حق تنظيم نهاء الكونفدرالية لنيجيريا الذي قال عنها في بيانه السابق إن ملفها غير مكتمل هذا أمر يسير التساؤلات ويحتاج لتفسير طالما الكاف سمح لنيجيريا أن تستكمل ملفها وتعود لمنفسها على التنظيم لماذا لم يمنحها تنظيم بنهاء دور الأبطال لماذا لم يمنحها تنظيم نهاء دور الأبطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل خاصة إنه لم يصبق لها تنظيم هذا الحدث لكن الكاف منحها تنظيم نهاء الكونفدرالية ومنح المغرب تنظيم نهاء دور الأبطال للعام الثاني على التوالي ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفتها مثل جنوب أفريقيا التي سبق وأن طلبت تنظيم دور الأبطال ومصر التي طلبت تنظيم نهاء الكونفدرالية في بقية الكاف يوم تسعة خمسة والذي أعلن فيه إنه أهدى إنه أهدى تنظيم نهاية دور الأبطال للمغرب لم يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة وأقيمة المباراة في المغرب ده صحيح لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف هل هذه هي قواعد اللعبة النظيف وكمان بقى على العكس في بيان الكاف لذي أجدرهم 11 خمسة وقال فيه إنه أهدى تنظيم نهاية الكونفدرالية إلى نيجيريا حدد الملعب حدد ملعب يعينه في نيجيريا تقام عليه المباراة ذكر اسم الملعب أرفق صورة الملعب في البيانة الصادر لماذا كان هناك غموض في البيان الأول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني دي قصتنا أو جزء من قصتنا مع الكاف وطبعا واضح جدا الكابتن محمود الخطيب وبيؤكد على عمق العلاقات بين الشعب المصري والشعب المغربي واحترام العلاقات بين كل الشعوب العربية وده شيء مهم جدا ولكن احنا عندنا تحفظات عندنا حقوق بنتكلم فيه عندنا استفسارات لدى الكاف لما يطلع ان المغرب هتنظم يوم 9-5 ويكون في القطاب مش محطوط اسم الملعب وييجي يوم 11-5 يكون بيتكلم عن ان نيجيريا هتنظم نهاية الكمفدرالية ومحطوط اسم الملعب وصورته فده بيترح تساؤل لما تيجي بعد كده تختار ان الملعب يكون الملعب اللي بيلعب عليه المنافس فده برضو بيترح تساؤل لان ده مفهوش تكافؤ فرص مفهوش قاعدة اللعب النظيف لما تيجي تتكلم عن ملف نيجيريا اللي تم استبعاده من دور الأبطال واذا بك تتفاجأ النيجيريا بالملف ده بتنظم الكمفدرالية لما ييجي ينسحب السنغال وملف السنغال وما تخترش الدول او الاتحادات المهتمة بتنظيم البطولة كل دي كانت استفسارات اعتقد الكابتن محمود القطيب يعني اتكلم باسهاب فيها كبير جدا ووضح الصورة بشكل كبير جدا وتساؤلات منطقية للكافة فرص تساؤلات منطقية كده يوسامة وتناقضات غير منطقية يعني تساؤلات النادي الاهلي منطقية وتناقضات الكاف غير منطقية وتخلي موقف النادي الاهلي للعالم كله قوي عايزين بقى نروح نقف عند فيديو تاني في كلام مهم الكابتن محمود الخطيب وفي نقاط تبين ازاي النادي الاهلي كان بيتعامل مع الازمة بشكل محترف نطلع ونشوف ارسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعد حقوقنا في تنظيم المباراة حقوق بقى مشروعة حقوق عادلة منها نصف سعة الاستاذ وان النادي سيكون بدفع قيمة هذه التذاكر فورا ولم نتلقى اي رد من الكاف تلقيت انا شخصيا تلقيت اتصال ودي من احد الاشخاص ودي العقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم وابلغت انني وبكررها تاني احترم السيد مدسبي واقدره لكن على الكاف مش اشخاص بقى ولكن على الكاف ان يرد رسميا على طلبات النادي الاهلي لان الموقف موقف نادي ومجلس ومجلس ادارة وليس موقف شخص محمود الخطيب والقرار دايما يكون لمجلس الادارة وليس لشخص حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي ده اللي احنا تعلمنا نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة وعدم تلقي عدم تلقينا اي ردود من الكاف ارسلنا خطاب اخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي بقى لكينا بنتكلم رسمي الاهلي والكاف او الكاف والاهلي بس احنا لنبعد دلوقتي وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول الى حلول بخصوص طلبات الاهلي العادلة التي تم ارسالها للكاف ولم نطلق اي رد يوم 26 وقبل المباراة باربع ايام فقط تلقينا خطاب من الكاف جاء فيه انه تم تخصيص عصرة الاف تذكرة للاهلي ومثلها لنادي الوداد وعشرين الف وعشرين الف للعامة وخمسة الاف تذكرة للرعاة حتى تكون الامور يا جماعة واضحة لم نكن نتصور ابدا ان الامور قد تصل الى هذا الحد النادي الاهلي لم يتسلم من العشرة الاف تذكرة سوى الفين وخمسين تذكرة وعلى الدفعتين يمكن كتير جدا من الكلام اللي تقال في الفيديو ده كان عندنا كواليس في نقطة هي بالنسبة لي فارقة ومختلفة لان كان البعض اتكلم فيها حتى من صحفيين افارقة شفتهم هم اول من بدأوا الحديث عنها واكدها كابتن محمود الخطيب اليوم وهو محاولة اجراء تواصل بشكل ودي بعيدا عن اي صورة رسمية بين رئيس الكاف متسبي وكابتن محمود الخطيب هنا احنا بنقصل لفكرة مهمة جدا وهي مجلس ادارة النادي الاهلي وحق النادي الاهلي نادي الاهلي تقدم باسئلة واستفسارات رسمية كابتن محمود الخطيب قال ايه رد عليا رسمي هي دي القصة هي دي الحدوتة رد عليا رسمي لان النادي الاهلي عنده جمعيته العمومية عنده مجلس ادارته عنده جمهوره اللي هي جمعيته العامة زي ما قال قبل كده كابتن محمود الخطيب في المصطلح اللي وصب بيه جمهور النادي الاهلي فاذا الامور لم يكن ابدا النادي الاهلي في تاريخه عنده فكرة مشاورات جانبية طب تعال عنده قوانين عنده ازمة بيتعامل بيها بمخاطبات رسمية البعض يقول طب ما ممكن كنا نسمع لا ده سلح زوحة الدين كان حييجي يتقال افتكروا النهاردة سعيد النصري لما طلع يتكلم عن امور تخص نادي الوداد وان انا وعدت بكذا او حصل كذا ده امر يخص الوداد ولكن فيما يخصنا لم تكن تقبل ابدا انت كاهلاوي ان يتقال في يوم ان كابتن محمود الخطيب قعد مع متسبي فالبطولة الجاية لما النادي الاهلي ياخدها بمجهود وعرق وتعبه يتقال اصلي ده كان نتيجة التفاهمات ابدا النادي الاهلي بيتعامل بمخاطبات رسمية عشان كده دي كانت بداية الحلقة بالنسبالي يا جماعة النادي الاهلي ليه منهجيته الادارية يفقد بطولة بس يجيب مية تانيين عشان حافظ على منهجيته الادارية وعشان الامور ما كانتش ابدا 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 بتمشي في اطار تعالى نتكلم على جنب لان ده مش النادي الاهلي النقطة المهمة ايضا في الفيديو فيما يخص تصرحات كابتن محمود الخطيب عن ازمة التذاكر وغياب العدالة تم فيها بتوزيع عشر تلاف تذكرة لكل جانب والجزء بتاع جمهور العامة اللي كابتن محمود الخطيب شرحه ببساطة وسلاسة قال يا جماعة دول محبين الكرة من العالم كله وقال حاجة في غاية الخطورة وهي حجب قدرة اي مشجع من خارج المغرب انه يقدر يحجز تذكارته اللي هم اصلا بتوع جمهور العامة فبالتالي الكاف لم يكن عادلا ما كانش فيه حاجة اسمها جمهور العامة وكان كل ده تحايل لحرمان النادي الاهلي من اكبر عدد من التذاكر سواء حضر جمهوره او لا هو مش حرمان النادي الاهلي من اكبر عدد من التذاكر وحرمان النادي الاهلي من تحقيق البطولة التالتة على التوالي احنا كل ابن سريدو ده سواء تذاكر او ملعب المباراة اللي اتحدد بعد مباراة الزهاب في نصف النهائي هو كان في اتجاه واحد فقط لغير ان انت تلاعب النادي الاهلي في اقل اقل درجات تكافؤ الفرص بل انعدام تكافؤ الفرص وده اللي حصل وده اللي خلى الكابتن محمول خطيب يرفض يكون التعامل بشكل ودي حتى لما قرر رسلنا خطاب للكاف ان الممثل للنادي القانوني لنادي الاهلي يكون مع ممثل الكاف الكاف بعد خطاب التذاكر فورا ورفض الجلوس لان الكاف كان متجه ورايح في اتجاه واحد هو فكرة حيرمان النادي الاهلي من البطولة التالتة وده مش نظرية مؤامرة بالعكس احنا بنوضح صورة بمستندات بدليل واضح جدا بدليل ان احنا ما اعترضناش اننا نلعب في المغرب البطولة الماضية برغم ان الوداد كان وقتها ممكن يتخطى كايزر تشيفز ويقابل النادي الاهلي في المباراة النهائية ليه لان انت اعلنت عن البلد التي ستصدف المباراة النهائية قبل ما يتحدد اطراف النهائية او حتى يتحدد المربع الزهبي للبطولة وده اللي النادي الاهلي وقف عنده عشان كده قلنا ممكن ما تحصلش مكتسبات من المؤتمر ده فيما مضى اللي فات مات خلاص لكن اللي جاي بقى ايه هو بقى ده دور النادي الاهلي التنويري اللي حط خارط الطريق رؤية ليه الكرة الافريقية امام الكاف هل الكاف هينفز ده لو هو عنده قدرة زي ما الكابتن محمول خطيب قال لسه عندي امل ان المتسب يكون عنده شغف لتطوير كرة القدم الافريقية فبالتأكيد لو ده موجود هياخد بالنقاط اللي هنعرضها في الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي نشوف الفيديو عاوزين نطرح رؤيتنا التالية وهنا القرار للكاف وهنا نعترف بده لكن هي مجرد رؤية من اجل الكرة الافريقية من وجهة نظرنا واحد ان يعود الدور النهائي لمسابقات الافريقية دور الابطال رقم فدرالية لنظام الزهاب والعودة مباراتين لان فكرة اقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح اوروبا تختلف كثيرا عن افريقيا وسائل الانتقال في قراتنا صعبة ومكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل دول الافريقية عكس اوروبا بل الحصول على التأشيرات في قراتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقابلتها وهنا بتكلم على كل الجماهير الافريقية ايضا لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الافريقية على العكس في اوروبا المسابقات بين الدول المسافات بين الدول قريبة جدا ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشارنا اليها اثنين حال استمرار وده قرار كيف طبعا حكومة كامل حال استمرار اقامة النهائي المسابقات الافريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة ان يقوم الكاف باعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل اطراف من توضيح الشروط اللي فيها وان يتم الاعلان عن الملاعب التي سوف تستضيل في المباراة النهائية قبل البطولات على الاقل ما نستناش لاخر اسبوعين او تلاتة تلاتة ان يدرس الكاف تدوير استضافة المباراة النهائية بين الدول الافريقية ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الافريقية على فرصة وفرص ومثلة هنا في دول ممكن ما يكونش عندهم الكدرة المالية والتنظيمية وهنا يجب ان يكون الكاف بدعم ومسند هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها اربعة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل ادوار بطولات الافريقية لتحقيق الحد الادنى من العدالة احنا او افريقيا ليست اقل من اوروبا ان يقوم الكاف خمسة ان يقوم الكاف باعادة سياغة للواحي الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل اكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة علما باننا نؤكد وندرك انها مسؤولية الكاف ولكن يجب الاستماع الى وجهات نظر كل الاندلة افريقية كلها ايه المنع نحن نبعط اللواح دي واللواح دي تحط يعني تحط عليها كل الاندية مش لجان ولا بتاع كل الاندية كل نادي يحط تصوراته ثم في التصورات دي تروح للكاف يبتدي ينقشها ويشوف الغالبية بتقول ايه ستة دراسة مضاعفة المبالج المالية المقدمة من الكاف للفرقة المشاركة في المسابقات المختلفة لان ومن خلال التجربة لان ما يتجطاه صاحب المركز الاول حاليا وهو الرقم الاعلى في اي مسابقة افريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات الاقامة المكافئة اللعبين الاجهزة الفنية والادارية والطبية علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة ده بقى صليبي وده مش عارف زي ما حصل مع النادي اللي في ثلاث حالات تقريبا فالنبالج دي اعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافئات طبعا احنا جماهير النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي سواء مسؤولين اعلاميين جماهير اعضاء جماعة امية عندنا دايما الاهلي اعظم نادي في الكون ومع ذلك لما بنيجي نتكلم في لوايح عارفين حدودنا كويس فالكابتن محمول خطيب وبيتكلم وبيقول عندنا رؤية لكرة القدم الافريقية ولكن الكاف وبرغم اننا دلوقتي على خلاف مع الكاف ومستشعر ظلم واقع علي في اننا العب نهائي اتحدد بعد مباراة الزهاب بيقول ان الكاف هو اللق الحقية في انه يدرس هذا القمر ويأخذ به او لا يأخذ به ده النادي الاهلي ومؤسسة النادي الاهلي استعرض ست نقاط اسسية هي فكرة ان الغيلي نظام المبراء الوحدة لان موضوعنا مختلف تماما عن اوروبا المسافات والنقل والتكلفة والحالة الاقتصادية للقرق وعدم موجود عملة واحدة وعدم موجود تأشيرة تسمح ليك بدخول البلدان واتكلم مش بس عن فكرة اننا صعب اننا يدخل المغرب هو ما حطهاش مصر والمغرب لا كل الدول الافريقية احيانا بيعانوا من صدور تأشيرة اليوم بدخول البلدان طب لو انت مصر على انك تلعب المباراة دي من 90 دقيقة فقط لغير لا حضرتك اهدى كده وادرس الامر وحطيلي لايحة واضحة تكون كمان الليحة دي بتسمح ان تتحدد البلد اللي هيستضيف البطولة قبل ما البطولة تبدأ زي ما بيحصل بقى في اوروبا بما انك بتتكلم عن اوروبا اوروبا بتحدد 3 سنوات مقبلة فانت حدد لي بس السنة دي وتراعي فيها شروط تكافؤ الفرص النقطة التالتة واللي هي بتتكلم عن فكرة ان اللوايح تكون واضحة يعني ما تدينيش لويح مططية زي ما روحنا كده للمحكمة الرياضية وشفنا مكتب استشاري قانوني قال في لويح مططية في الكاف مش هتقدر تتعامل معها فهنا انا عايز لويح تكون واضحة لا تحمل تأويلين يبقى اللي يقراها كده نشتغل على الأساسها نبقى فهمين ايه اللي مطلوب وكمان مهم جدا انك تشرك الاندية في هذه القصة انه يضع اللوايح لان ده طبيعي جدا كل نادي في أفريقيا ممكن يكون عنده افكار وانت كاتحاد أفريقي لو عايز بالفعل كرة القدم الأفريقية تتقدم لازم تاخد الأراضي وتدرسها وتشوف ايه اللي تقدر تنفزه اتكلمنا عن تطبيق تقنية الفاردي مرارا ولكن المرة دي بنتكلم بشكل واضح انها تتطبق من أول أدوار البطولة مضاعفة مكافئات مش بس الفوز بالبطولة لا ده كل الفرق المشاركة في البطولات وده نظرة لأفريقيا مش نظرة للنادي الأهلي ولا نظرة مقتضبة عن كمان فكرة الأندية المصرية لكن وحنا على الهوح لسه المدير التنفيذي كنت بقول لكم ايه مش هيطلع رد حاليا بالفعل المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري الأستاذ وليد العطار في مداخلة في أحد البرامج بيقول ان احنا هندرس الرد على النادي الأهلي في بيان يشمل كل ملفات النهائي خلال يومين او ثلاث ايام ولسه عنده اصرار في معارضة لنفسه وتناقض لتصرحاته ان المفترض النادي هو اللي يرسل للاتحاد المحلي والاتحاد المحلي هو اللي يرسل للكاف طب على اي اساس الكاف بعتلك انت كالتحاد مصري الخطاب على اي اساس البطولة دي اللي بتنظم لأول مرة من ثلاث سنوات يكون بيان الكاف الصادر باسناد البطولة يتكلم عن فكرة تقدم اتحادات كان الكاميرون المغرب تونس لنهائي دوري الابطال والمغرب في الكنفدرالية على عموم احنا مستنين اليومين ثلاثة بتوع الاستاذ وليد العطار لان اعتقد وقتها هيبقى بيانات كتير بيان عن النادي الاهلي وبيان عن منتخب مصر هو وليد العطار تقريبا زنق نفسه زنق نفسه بكلام كله مغلطات وغير منطقي لسبب يا جماعة الموضوع ببساطة ده بيحتاجوا لي ان انت عارف نظام المسابقة غير كل اللي عرضناه وانا حصحة كل يوم الصبح كنادي اهلي اتصل باستاذ وليد العطار ايوة انت جالك فرصة ان احنا نقدم ونستضيف النهائي ولا لسه شوية لا الله ما جاليش حاجة تاني يوم ايه جالك حاجة لا ما جاليش حاجة المخطبة اللي جات من الكاف جات لي مين جات للاتحاد المصري اللي كرة القدم يبقى مين اللي عنده المعلومة والقبر وانه يقولك دلوقتي ينفع ولا ما ينفعش الاتحاد المصري اللي كرة القدم اذا اي كلام حوالين ده من شخص نفسه ادان نفسه اقر ان النادي الاهلي لم يخطأ هو مجرد كلام مرسل ولكن لسه عند الملف وعند رؤية النادي الاهلي اللي زي ما اسامة كلمكم كده النادي الاهلي يا جماعة ما بتكلمش بس في الطولة النادي الاهلي عنده عشر بطولات يعني تقريبا ضعف مش تقريبا هو فعليا ضعف اقرب منافس لي في افريقيا فالقصة مش بطولة راحت بطولة وحناخد بطولات كتيرة جدا ولكن النادي الاهلي بيؤسس لكرة القدم في افريقيا ويمكن قبل المؤتمر كنت تتكلمت كده عن امنية ان احنا نتكلم في ملف الفار وبعض من الملفات اللي تخص رؤية الكرة الافريقية فالبعض كان بيقول لي طيب ده يعلقتوا بالمؤتمر قلت لهم لا القائد والنادي اللي لو ما تكلمش وهو النادي الاهلي يبقى مين في القرى ممكن يتكلم فعلا كابتن محمود الخطيب بقى تناول عدة نقاط منها كمان اللي استعانى بكتير جدا من اللاعبين ورموز الكرة الافريقية واكيد اكيد رؤية النادي الاهلي لو الاتحاد الافريق عايز يطور لازم يبصليها ولكن كان عندنا هنا ايضا شق داخلي شق داخلي يبين لكم الترهل الاداري اللي وصل ليه اتحاد الكرة وفكرة غياب المعلومة واللي بيمدي على حاجة عارف بيمدي على ايه ولا لا لما نشوف الفيديو ده هنقدر مرد عليكم توصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة سألت السيادته هل الاتحاد كان بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباركة أنها لدارو الأبطال وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد مدخلناش لي بقى في الهيصة دي في المسابقة دي والتنظيم ده كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هانيا بوريدا عدو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن موساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباركة النهائية لدور الأبطال وأجاب أن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباركة أو الاتحاد كرة مصري وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح طبعا استغربت جدا عودت الاتصال مرة تانية السيدة الأستاذ جمال العلام وأبلغته بما قاله المهندس هانيا بوريدا وأسألته من صاحب المعلومة الصحيحة حضرتك ولا المهندس هاني وكانت أجابته إحنا الاتنين صح كلنا معلومته معلومته صح أنا طبعا اندهجت جدا قلت إزاي فأجاب السيد رئيس الاتحاد أنه قام بالرد فعلا على الكاف لكن لم يطلب تنظيم المباركة ولكن طلب إقامتها على ملعب محايد أمر يمدو بالنسبة لنا الحقيقة غريب وصراحة يعني غير مقبول سالسا عندما كررنا اللجوء للمحكامة الرياضية الدولية للحفاظ على حقوق النادي عقب قرار الكاف بإقامة النهائي في المغرب تواصلت مع السيد رئيس اتحاد القرى وطلبنا منه أنا أتكلم بالسيغة النادي وطلبنا منه صورة من الخطبات المتبادلة صورة من الخطبات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي أو الأفريقي اللي هو اللي بعت الأول ثم المصري بخصوص تنظيم النهائيات الأفريقية وهذه الأوراق يا جماعة ودي نقطة مهمة هنجيلها في الآخر وهذه الأوراق من المفترض إن احنا أن نبني عليها موقفنا القانوني وللأسف لم نتلقى استجابة منه حسبما وعد كلام ده أعطاك كان يوم الثنين أو الثلاثة أي للثنين للثلاثة وما جلناش حاجة فطلبت من السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي التواصل مع المدير التنفيذي للاتحاد في هذا الأمر لأن الوراق ده مهم جدا 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 بالنسبة لنا وقمنا بمخطبة الاتحاد كتابيا ثلاث مرات لهذا الأمر وأخترنا السيد وزير الشباب والرياضة بما يحدث مع النادي الأهلي ووعد بتدخل شكرا بقى حد يعني اثنين تلات اربع خميس تقريبا يعني أو تلات اربع خميس وطبع صبح جمعة هنا سيد وزير الشباب والرياضة ووعد بتدخل اعتقد لما وصفت موقف اتحاد الكرة بالتراهل الإداري اللي سمع كلام كابتن محمود الخطيب عارف ان يمكن ده لفظ كمان هادئ نسبيا لأن انت ببتسأل في قضية قانونية عايز تقدم ورق قانوني زي ما محمود الخطيب ودي اصعب نقطة في رأيي في المؤتمر فيما يخص الامور الداخلية ليه انت مكلف مكتب قانوني كبير عشان يخاطب الكاف او يبدأ يشوف موقفك او يخاطب لجنة التحكيم او المحكمة الرياضية هو طلب منك عشان يكون عنده المعلومات ويقدر يشوف هل القصور من عندك هل القصور من عندك كاف مجموعة من المستندات لو اللي عملوا اتحاد الكرة في الاول جريمة فاللي عملوا ده يثبت ان هي جريمة مع صبق الاسرار والترصد لان فيه اسرار لمدة اربعة تيام لكن انت ما تاخدش الورق بصوا البداية كابتن محمود الخطيب بيكلم رئيس اتحاد الكرة جمال علام بيقول له انا عايز الجوابات او المخاطبات اللي بينك وبين الكاف وهل انتو تقدمت ولا لا قال له تقدمنا رجع المهندس هانيا بوريدة قال له احنا ما وصلش اي حاجة وانا بقولك الاتحاد المصر لم يتقدم رجع كابتن محمود الخطيب هنا بقى النقطة كلم رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم انت تقدمت ولا ما تقدمتوش لان المهندس هانيا بوريدة بيقول ما حصلش ان انتو تقدمتو بما معناه ان احنا تقدمنا اه لما قال له المعلومتين صحيحتين بمعناه اه تقدمنا بس انسينا حاجة مهمة جدا نسينا البند الاول في البطولات اللي المفروض نتقدم بيها نسينا البند الاول اللي بيدي النادي الاهلي افضلية نسينا البند الاول اللي النادي الاهلي كان حيحقق بسبب السلسية وكان حيدخل لمصر ملايين الدولارات بتتويجه بالبطولة ده انسينا يا كابتن عشان كده المعلومتين صح أقدمنا بس ظلمنا الأهلي أقدمنا وفدنا كل الناس إلا النادي الأهلي ده اللي عمله جمال علام في رده الأسوأ إن على مدار أربعة أيام ده بقى الإصرار يعني الخطأ يتحول لخطيئة الورق مطلوب يكلم نائب رئيس النادي الأهلي يتصل مفيش أي استجابة ثلاث مخاطبات مفيش استجابة المدير التنفيذي للنادي الأهلي يتوجه بنفسه للتحاد الكرة وبرضه مفيش استجابة أصلحنا أفلين الدرج على الخطاب وما بيطلعش الحد ولازم يجي لنا تليفون من الأستاذ جمال علام اللي بيمدي على ورق في كل حاجة إلا دوري الأبطال ده اللي كان بيحصل مع النادي الأهلي وده اللي كان بيوجهه النادي الأهلي وتدخل الوزير في الوقت ده مشكورا وأرسل موظف عشان ياخد للنادي الأهلي الورق ولكن كانت الأمور متأخرة جدا تحت كرة أخطأ مرة وأساء ومع صبق الإصرار والترصد في مرة تانية عشان يحرمك من كل فرصك اللي تقدر تمتلكها لتحقيق اللقب هكذا كان الاتحاد المصري لكرة القدم يتعامل مع الأهلي المصري مش كده وبس كالعادة كده وإحنا قاعدين دايما الفريق الإعداد على طول معيشنا الأحداث عشان نعيشكم الأحداث قلنا تصرحات للمدير التنفيذي على الهوى كمان رئيس الاتحاد الأستاذ جمال علام وللحقيقة أنا عندي قناعات داخلية أن أنا ممكن أختلف مع أشخاص كتير كانوا بيديروا مؤسسة أو منظومة كرة القدم عبر اتحاد كرة القدم المصري ولكن تصرحاتهم ما كانتش بهذا الشكل المسير للضحك أنا آسف أنا بقول كده لأن لما موضوع السنغال ونقول لا دا احنا طالبنا أننا نشارك كاس العالم يعني كان كلام قلنا ما ينفعش وما يصحش رئيس الاتحاد يقول دا لما يجيلك رد بالرفض ما ينفعش تبقى مش عارف الجهة اللي أنت هتستأنف عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم لما يكون فيه عضو مجلس إدارة مش عايز يحضر مع المؤتمر المتعلق باختيار مدير فني جديد ما ينفعش والأصل كان جايب الكاجول وكان مكسوف يظهر وتصريحات كلها كوميدية كملناها النهاردة في تصريح حاليا وبيتكلم أيضا وبيدعم فكرة إنه هيتم الحديث عن ملف النهائي وهيوضح كافة الأمور أيضا خلال يومين ثلاثة المشكلة وبس دا كمان بيقول إن المعمولة دا حملة على اتحاد كرة القدم الحالي عشان يضغطوا عليه يقدم استقالته فييجي اتحاد كرة القدم السابق يعني بجد بجد الأستاذ جمال علام تصريحاته لازم يرجعها بشكل حاسم وأي حد مقرب من الأستاذ جمال علام يريد يقول له راجع تصريحاتك قبل ما تطلع على الهوى لأن لا الاتحاد السابق ولا رجاله كانوا منصفين مع النادي الأهلي وده اللي استعرضنا النهاردة في المؤتمر ويتقال ليس كل ما عرف يقال دا رقم واحد رقم اتنين أنت عندك أزمة حالياً من أمس بسبب نتيجة مباراة أسيوبيا مش الاتحاد السابق ولا رجاله اللي اختاره الكابتن إهاب جلال رقم ثلاثة وده الأهم النادي الأهلي بيتكلم بوصائق وبيتكلم بوضوح وبيتكلم على أعلى مستوى من التواصل بالتأكيد النادي الأهلي على قدر كبير جداً من المسئولية إنه مش هيزج باسم وزير الشباب والرياضة في أحداث لم تحدث فبالتالي حضرتك أمام أزمة حقيقة غير أزمة الخطاب هي أزمة التصريحات فلو مش قادر تتعامل مع الإخفاق وفكرة إخفاء الخطابات والفشل الإداري ياريت تقدر تتعامل مع التصريحات اللي انت بتحاول تداري بيها مثل هذا الفشل أستاذ جمال علام مش بس محتاج يراجع تصريحاته لا كمان محتاج يراجع إمضاءاته سواء بتعييم مديرين فنيين ورؤيته وسواء بإمضاءات على خطابات زي ما عرضنا فيها كل حاجة عملت إلا حق النادي الأهلي فقط هو اللي ما تعملش هكذا هو اتحاد الكرة وهكذا يدار اتحاد الكرة مجرد كلام مرسل لا تخطيط لا رؤية لا شيء في مستقبل كرة القدم المصرية في بريق من الأمل مستقبل معتم في وجود هذه العقليات التي تدير اتحاد كرة القدم نطلع لفاصل نشوفه وعد أهلا بحضراتكم من جديد وإحنا ما زلنا في الآلي خط أحمر وأكيد هات تبادر سؤال لزهنك أو زهن المنافس اللي ممكن يقول لك طب ما أنت وانت في الآزمة دي كلها طب ما كان سهل أن أنت تاخد قرار الانسحاب وما تشاركش في التمثيلية دي زي ما تقال وجزء كمان من جمهير النادي الأهلي وهو عنده بعض المنطق أنه هو طب لين شارك لا لا مهم جدا أن أنت تشارك لأن أنت وانت بتشارك مش بتشارك في تمثيلية انت بتشارك محاولة لمنع التمثيلية أنها تحصل مع كامل احترامنا طبعا للفريق الوداد ولكن أزمتنا واضحة وصريحة مع الكاف بيتم التحفز فقط لغير على التعامل اللي تم مع مسؤولي النادي الأهلي والبعثة الرسمية من قبل الأمن المغربي ولكن ده تحفز بين أشقاء زي ما ذكر الكابتن محمود الخطيب ولكن أيضا الكابتن محمود الخطيب بعد اجتماع مع مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة في قضية هل ممكن الأهلي ينسحب كان عنده الكلام المهم ده نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب عرض النادي الأهلي الموقف كاملا على أحد المكاتب الاستشارية الدولية الكبرى في القانون الرياضي وأفاد المكتب الاستشاري خدوا بالكم الكلام ده كويس إن موقف النادي الأهلي في الدعوة ليس قويا بسبب الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد المصري لكرة القدم واللوائح المطاطية للاتحاد الأفريقي لكن كان لزاما علينا وأيا كانت النتائج أن نسلك الطريق المشروع للحفاظ على حقوق النادي ولجأنا بالفعل إلى المحكمة الرضية الدولية وطلبنا وطلبنا تأجيل المباراة لحين البت في الموضوع ورفضت المحكمة التأجيل وكنا نعلم إنه من الوارد أن ترفض المحكمة التأجيل حتى في قرار مجلس الإدارة بالإجماع اللي خدنا فيه قرار المحكمة الدولية مكتوب في القرار سلبا أو إجابا كلام ده من بدر جدا قرر مجلس إدارة النادي بالإجماع برضو وبحضور مجلس إدارة شركة الأهل لكرة القدم خوض المباراة النهائية ورفض الجميع فكرة الانسحاب لأنه يكلف الأهل الكثير ليس خسارة بطولة واحدة بل تلت بطولات إذا ما كانش أكتر الانسحاب يترتب عليه الإيقاف عمين هذا بخلاف الخسائر الأدبية والتسويقية وقررنا دائما داخل مجلس إدارة لمصلحة النادي ليس في الحاضر فقط بل والمستقبل أيضا إن شاء الله النقطة الأخيرة دي بتوضح قد إيه؟ مجلس إدارة النادي الأهلي بالإجماع ومجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم بالإجماع عارفين ممكن الأضرار التي تقع على النادي الأهلي إيه بالزبط؟ لما يتقال إن احنا ما بصناش للحاضر فقط بصينا للمستقبل ده حد بيتكلم وهو يعي الدرس جيدا من أثار قرارات كانت في الماضي لأن محبين للنادي الأهلي ونجوم للنادي الأهلي وجماهير للنادي الأهلي كانت بتضرب المثل ليه؟ ما نعملش زي كابتن صالح سليم عندما قرر الانسحاب من البطولات الإفريقية بعد السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك وما حدث وتبعاته وإيقاف الكابتن طارق سليم والكابتن إبراهيم حسن كل منهم لمدة عام ليه ما نعملش كده؟ أسباب كتيرة جدا أولا إحنا حاليا لما نيجي نحكم على هذا القرار ما ينفعش نحكم عليه بنظرة الحاضر لأ نعيش أجواءه نعيش السنة نعيش سنة 94 ونبدأ نشوف الأولويات الاهتمامات أهمية بطولات الأفريقية كانت شكلية البداية اللي كانت متواجدة كانت شكلها إيه؟ زي البطولات العربية فأصبح عندك في حالة تانية بتصنع عليك الشغف وقدرت توجه ليها جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادل آلي ولقيت البديل أو اللي يحاول يعوضك وقتها وانت بتاخد القرار لكن بعد ما بيمر على القرار 20 سنة و25 سنة بتبدأ تقول إن كان قرار بعدنا عن المشاركات الأفريقية لأضراره أضراره اللي إحنا لغاية دلوقتي بنتناقش فيها عن مين؟ نادي القرد برغم أحقياتك بلقب نادي القرد لكن كان من ضمن أضراره إنك سمحت للمنافسين إنها تحق بطولات أنت كنت أقدر بيها لأن كان عندك فريق بالفعل قوي لما تيجي تتكلم النهاردة وتقول نفس القرار هيقع عليك نفس العقوبات هتبتعد عن المشاركات الأفريقية ما عندكش البديل العربي أهمية البديل العربي ما بقتش زي التسعينيات الأهم كمان القيمة التسوقية للنادي الأهلي اللي هي بتزيد من حقوق رعاية لمشاركتك في دور الأبطال واحتمالية فوزة جبيل كبيرة إنك بتصل لخمس نيات في آخر ست سنوات وإنك بتشارك في كأس العالم كل ده بيعلم من قيمة النادي الأهلي التسوقية لا ده الأهم كمان الطموح عند لعب النادي الأهلي هل بعد ما تتوقف أو تعاقب بالابتعاد عن بطلات أفريقيا هل اللاعب النادي الأهلي هيكون طموحه مجرد تحقيق الدوري العام المحلي وكأس مصر هل ده ممكن يفيدك في تعاقدات وجلب نجوم كبار سواء من كرة القرارة المصرية أو محترفين كبار ييجوا عندهم في تحدي وهو اللاعب الكأس العاملين ده بالتأكيد القرار الأسهل على مجلس الإدارة إنه كان يقول إيه هنسح مش هلعب وقتها شريحة كبيرة جدا من الجماهير كانت يطلع طول قرار يمنح النادي الأهلي وإنه هو مش هشارك وكان هيكون سهل جدا وكان هيبدأ الحاضر اللي بيتكلم عنه إن كابتن مهون خطيب متمثلا في مجلس الإدارة وشركة القرى لكن المستقبل لأ كان هيبقى صعب جدا كان ممكن المستفيد الوحيد من قرار زي ده مجلس إدارة النادي الأهلي لكن بالتأكيد اللي كان هيتضر هو النادي الأهلي وفي الحالة دي القارة معروفة الأهلي ومصلحة الأهلي فوق الجميع أنا متفق معاك جدا المتضرر الوحيد في إفريقيا وعلى مستوى القارة من قرار اللي انسحب كان يبقى النادي الأهلي مش أي حد تاني إن الحد دلوقتي ما بنتكلم بيترد علينا رد واحد في قصة 94 والكرة الأفريقية وفعلا الجوائز ارتفعت بعدها كان الرد وحد قال لكوا تنسحبوا وحد قال لكوا تصلحوا الكرة الأفريقية ما إحنا كلنا بنلعب لما تيجي دلوقتي وتحكي الموقف فأي وقت هي تقال برضو محدش قال لك انسحب انت انسحبت الموقف شخصي والمهم كمان إنك استنادا لأمور قانونية ويا جماعة ده رسالة لنا كلنا أنا مش بكلم هنا جمهور أنا بتكلم أنا أول واحد بعض الأمور بيكون لها بواطن مش عندك يعني النادي الأهلي وقتها قال بياخد وقراء القانونيين وكتب كده القانونيين قالوا له لواء حكاف مطاطية وعندك مشكلة كبيرة جدا داخلية إن انت مقدمتش ففرصك ضعيفة فبالتالي لما تاخد وانت عندك رأي قانوني بيقول إن انت في وضع غير آمن بالتالي انت حتكون أول حد متضرر ووقتها كان حيحكم التاريخ إن القرار ده كان خطأ ما زي ما انت كنت منفعل أو أنا منفعل أو أي حد منفعل لأن النادي الأهلي إدارته مفترض معاييرها ما فيهاش انفعالية إطلاق بمناسبة التصرحات اللي بتجيلنا على الهوى تصرحين انت طالبت الأستاذ جمال علامي يوقف تصرحات هو شكله العكس خالص كمل كمل بتصرحين أغرب من بعض الأول يخص المنتخب قال إيهاب جلال لو خسر أمام كوريا حيمشي يعني تخير الراجل دي مباراود دية بيفقد بعيدا عن رأينا أصلا في تجربة كابتن إيهاب جلال ولكن الراجل راح يلعب مباراود دية من غير نجومه أغلبهم المحترفين مش موجودين نعيبة تانية رجعت مصر للإصابة وانت رؤيتك انك بيقيمه منها مش رؤيتك في تقييم التجربة هيعمل ايه قدام كوريا الأغرب بقى لا استنى عندي رأينا انت عارف أنا لو ما كان كابتن إيهاب جلال والله يقدم سالتي حالا على فكرة ده أقل قليل من حفظ ماء وجهه فيه مدير فني احنا طبعا مختلفين على فكرة الاتجاه للمدارب المصر لكن بالضبط أجيب مدير فني أشيره بعد 15 يوم ولو انت في مباراوة دية خسرتها هتمشي مش رؤيتي انك حتى لو كسرت تانا مش مقتنع بيك بس ممكن امشي في مباراوة دية وانا بقالي سنة فبدأ الاداء سيئ النتائج سيئة فجيت في مباراوة دية زي ما حصل مع كابتن جوري في الهزيمة مليونان ستة لكن انا جايب اتكلم في مدير فني ماسك الفريق منتخب مصر 15 يوم وجاي في اليوم الـ 11 يا كاك يا سيس جمال اقول له لو خسرت كوريا يا جماعة انتو اجيل لكم طيارة خاصة طالعين بقى كلكم الاتحاد برئاستو بكله خدوا معاكم مدير فني كمان يدر لكم المباراوة دية طبعا التصرحات دي جاءت في برنامج على مسئوليتي للأعلامي الأستاذ أحمد موسى كان معاه رئيس الاتحاد اللي قال تصريح أغرب ردا على فكرة طب ليه ما قدمتوش قال ما احنا كنا ممكن نقدم ملف الاستضافة وما ناخدهاش عارف ده فكرني في فكرة لما حد يقولك انت سقيت يقولك طب انت ما ذاكرتش فسقيت فيقولك الله طب ما انا برضو كنت ممكن اذاكر واسقط طب ذاكر يعني ذاكر الأول واعمل الشغل بتاعك وبعد كده انجحت وسقيت دي حاجة بتاعتك انما يعني مش يمكن لما اجرب اطلع ما بعرفش يعني الكصة صعبة جدا يعني انا حس الفيلم والله الموضوع داخل الكوميديا لا ده الفيلم مكمل اه انت بتسوق لا بتسوقش مش يمكن لما جرب لا الفيلم مكمل وبنرمي القنابل لبعض دلوقتي طبعا انت قلت على يعني في برنامج الستاذ احمد موسى على مسؤوليتي دلوقتي الستاذ احمد موسى جايب يعني مقارنة ما بين او مداخلة يعني بتجمع المهندس احمد مجاهد اللي هو الدكتور اللي استاذ جمال علام قال لك او ما عايزين يمشون عشان يجوبوا اللي قابلي فجالوا اللي قابله على التليفون وبدأ دلوقتي كل واحد بيرمي القنبلة في حجر التاني انا اللي مسؤول لا انت اللي مسؤول طب تراهيني لو انت اللي طلعت المسؤول وانت اللي عندك الخطأ هتعمل ايه قال لوقتها ربنا يسهلها يا جماعة دي تصريحات ناس مسؤولة عن ملف كرة القدم المصرية والله العظيم كرة القدم المصرية تستحق افضل كثيرا مين اللي بنسمعه ده احنا اللي اسسنا للاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي مش عارف تاريخ كرة القدم المصرية ارجوكم توقفوا عن هذا العبس حقيقة احنا طبعا بنشكر لست احمد موسى ان هو عامل الحالة دي وان كان في توقيت برنامجنا بس ما فيش مشكلة ده لقاء السحاب ليس كل ما يعرف يقال في مواجهة مش يمكن لو قدمنا ما كناش خدناها يعني الموضوع وصل لمرحلة صعبة جدا يا جماعة انا بقول منظومة النادي الاهلي باحترافيتها وصلت كتير جدا من الاشياء الغريبة في الرياضة فيعني انا بقول اللي بيعملوا الاهلي ده اعجاز حرفيا من نتائج وبطلات نروح بقى لفيديو معانا برضو عن استفسارات الاهلي وجهها للاتحاد المصري لكرة القدم نطلع نشوفها ونرجع نعق لدينا ثلاث استفسارات الاستفسار الاول لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستضافة المبارنة النهية لدارو الابطال مع انه تسلم خطاب الكاف يوم 19 1 22 وتم اغلاق باب التقديم يوم 28 22 22 يعني بعد شهر يعني 40 يوم تقريبا وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم عندما قرر اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف قام بالرد بعد اكثر من شهرين أو شيء يعني 40 يوم ولم يطلب اه لا شهرين لانه هو في شهر 28 وردنا في شهر 4 يعني اللي هي حسب الخطابات وتوريخ الخطابات قام بالرد بعد اكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم بل طلب اقامة المباراة على ملعب محايد الاستفصال الثاني لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع دارة الاهلي اربع ايام ونداخل في قضية مع الكاس اربع ايام عشان اخذ ورقة لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع النادي الاهلي اربع ايام حتى يحصل على النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والافريقي وهذا حق اصيل لو عارفين في اللوايح والدستور هذا حق اصيل للنادي وهذا حق اصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري الذي يكفل حرية تبادل المعلومات بين المؤسسات ولولا انقام النادي بتسعيد الموقف للساد وزير الرياضة ما حصل الاهلي على صورة من الخطابات التي كان في حاجة ملحة اليها في وقتها لبناء موقفه القانوني امان محكمة الرياضية الدولية الاستفسار الثالث لماذا لم يحرص اتحاد القرى على استكمال ده الشغل بقى شغل الاداري بقى لماذا لم يحرص الاتحاد القرى على استكمال ملفه لده الكاف اسوى بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها استكملت ملفها وأسنى ده تنظيم نهاية رغم استبعادها في بادي الامر هنا كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم في شيء مهم جدا قال حق النادي الاهلي في معرفة المعلومات المتبادلة بين طرفين هو معني فيها الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري وشأن يخص الاندية وان اغفال ده عن النادي الاهلي وانه ما يوصلش للنادي الاهلي ده افتئات على حق النادي الاهلي وضح كابتن محمود الخطيب ازاي ده اثر على القضية وازاي اثر على موقف النادي الاهلي في حاجات كتير واثر على موقفك القانوني المؤتمر كان بيتكلم في اشياء كتير يا اسامة ووضح نقاط كتير وضحنا بالرد وفي امور طبعا النادي الاهلي شكر الوزارة اللي بتقوم دلوقتي على تحقيق اكيد وشكر الدولة فيما يخص الخطبات او فيما يخص دور وتدخلات الوزير اللي كابتن محمود الخطيب اشاد بيها وهنا بننتظر نتائج التحقيقات عشان المقصر لمصلحة الكرة المصرية لان كابتن محمود الخطيب قال حاجة مهم منقصر يا جماعة قام بالتقصير ليس في حق النادي الاهلي بل في حق الكرة المصرية رقم واحد من استضافة حدث كبير جدا شوفنا المغرب كانت بتزهب ازاي رقم اثنين مداخيل وعوائد في حاجات كتيرة جدا تسوقية رقم ثلاثة حق النادي الاهلي اللي هو بيحمل لوائل الكرة المصرية حاليا في انه ياخد التالتة على التوالي وفي نقطة مهمة جدا اتقالت بعد شكر المؤسسات وبعد ما انتظار نتائج التحقيقات النادي الاهلي قال انه هو هيطرق كل الابواب وكل الهيئات اللي هتحافظ على حقوقه بعد ما نصل لنتائج التحقيقات دي بمعنى انه وارد جدا يكون اي مقصر يتحول لمسائلة قانونية بشكل مختلف تماما ودي كانت نقطة مهمة جدا وزي برضو ما فيه نقطة مهمة وهي فكرة مناجدة اللجنة الالجنة الالجنة بالتدخل بوضع اللوايح من شأنها انها تحافظ على العلاقة ما بين الاتحاد والاندية فكرة الاسرار على ارسال كل المكتبات بشكل واضح وفيه شفافية وفيه نزاهة وما نبقاش وعين تحت فكرة اصل ده خطأ غير متعمد لا نرجع تاني ونقول اصل النادي الاهلي هو اللي اخطر رسالة اخيرة لجمهور النادي الاهلي شوف التصرحات اللي بتطلع شوف التصرحات عاملة ازاي بتاعت مسؤولين في اتحاد الكرة وقيم الوضع وافتكر جملة كابتن محمود الخطيب اللي قالها ناس كتيرة مش عايزاك تحقق بطولات جمهور النادي الاهلي هو اللي بيتكاتف معاه جمهور النادي الاهلي هو حماه ونشوفكم بعد الفاصل اهلا بحراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر اتكلمنا عن ما هو متعلق بمبارات النهائي وكل شيء متعلق بمبارات النهائي سواء مع الكاف مع الوزارة مع اللجنة الولمبية مع الرؤية للنادي الاهلي للكرة الافريقية مع الاتحاد المصري للكرة القدم وكتير جدا استطردنا في الموضوع ده لكن عندنا كمان الاعلام ازاي الاعلام بيتناول التعامل مع اتحاد كرة القدم المصري بمعنى ايه بمعنى ان اي مباراة هي تسعين دقيقة فيه مدير فني ممكن يكون موفق في اختيار التشكيل فيه لعبين ممكن يكونوا موفقين في المباراة وفيه لعبين من الورد جدا يكونوا غير موفقين في المباراة ففي النهاية في حالة تسعين دقيقة ممكن توصلك لخسارة حتى لو كانت الخسارة مريرة وانا بأكد على انها خسارة مريرة لان خسارة باداء سيء جدا جدا امام منتخب السوبيع مع كامل احترامنا للمنتخبات دي ولكن تاريخه في قرص القدم اه عريق جدا ولكن على تحقيق البطولات والفوزة على منتخب مصر حصل في تاريخه مرتين فقط لغير اخر مرة كانت من حاجة و30 سنة فموضوع كان صعب جدا ان وصيف البطولة الافريقية الاقوى يظهر بالشكل ده امام اسيوبيا فبالتالي عاري جدا ممكن تنتقد المدير الفني تنتقد اللعبين ولكن الاعلام راح لسكت انتقاد اتحاد كرة القدم وشوفنا هجوم حد مستحق على اتحاد كرة القدم لاختياره اهاب جلال او كابتن اهاب جلال مدير فني المنتخب لكن الاصعب لما تيجي تقارن بين ده وده هو الاصعب قراراتك انتك اتحاد كرة مسئوليتك انتك اتحاد كرة تغضيك وإهمالك او تأمرك عن تأديت وجبك الوطني تجاه دولة مصر في تنظيم بطولة مهمة او نهاية بطولة مهمة زي دور الابطال التعامل اعلامي يا فارس كان حاد جدا مع مجلس ادارة اتحاد كرة القدم الامر اللي خلى استاذ جمال علامي يقولك ده عايزيني ماشروني عشان يجيبه اللي قابلي وتعامل مرها في الحس مع ازمة الخطاب اللي اختفى طول الوقت مش هتلاقي مصطرة واحدة شوفت مرها في الحس دي اكيد استشفت مين معنا فطول الوقت هتلاقي مفيش مصطرة واحدة خصوصا لو مع النادي الاهلي دايما النادي الاهلي بيتبص القضايا واموره بشكل مختلف تماما عن اي قضية تانية دايما النادي الاهلي ما بيكونش فيه للامنة مش لكل الاعلام برضو عشان ما نتكلمش بشكل مطلق لكن فيه ناس هتلاقي دايما عندها التوجه ده حتى لما التوجه يختلف زي ما تشوفوا واحنا بنعرض هتلاقوا فيه مبررات واسباب ان النادي الاهلي كده ايه جاء في الموضوع فنقدر نستخدم النادي الاهلي ولكن الغريب ان الشخص لما يكون عنده معيار واحد ومنطق واحد هترتاح يعني انت مثلا اكيد في قزمة النادي الاهلي سمعت عن تقدم نائبة محترمة بنقدر دورها بطلب احاطة ليه لان هي شافت ان احنا ضيعنا على مصر حقه اصيل باسخضافة بطولة شافت ان فيه تقصير متعمد الموضوع ما فيهوش وجهات نظر فكرة اختيار مدرب يا اسامة دايما فكرة نسبية انا عندي رأي عندي وجهة نظر تختلف تماما عن فكرة اجراء الاجراء يا جماعة ده تعمد سلسلة الاجراءات استلام خطاب ارسال خطاب ده امور مش نسبية انما وجهات النظر في مدرب ممكن اقولك انت اسوأ اختيار في الدنيا انت عملته بس في النهاية حيظل وجهة نظر فالطبيعي لما اخد موقف حاد هاخده في وجهة نظر اللي حمالت اوجه ويمكن البعض كان بيؤيتها ساعتها واللي هاخده في تقصير واضح وصريح واتهام الطبيعي اللي هو التقصير والواضح والصحيح والاتهام وما زال الاستاذ جمال علام يضحفنا بتصريحات واتطمنوا يا جماعة الاستاذ جمال علام بيقول لكم على الهواء مباشرة خدوا عهد علي لو الموضوع بتاع النادي الاهلي ده كرر تاني وبقشوفه انا هعمل ايه لا تصريح مهم جدا لكن خلينا في القضية المتعلقة بالمنتخب والنادي الاهلي والتناول اعلامي ولكن قبل ما اروح لصاحب الشأن في التناول اعلامي كان فيه احد المواقع انا مش هذكر اسمه حمل المدير الفني للنادي الاهلي خسارة المنتخب المصري امام اسيوبيا مش هديله اكتر من سطر لانه لا يستحق اكتر من هذا السطر نروح بقى للكابتن ميت حد شلبي وحديثه وتناوله الاعلامي لما هو متعلق بالمباراة لمنتخب مصر وهو متعلق باجراءات وقوانين ولواقح واهمال وربما تآمر في اجراءات المفترض يعني ضيعت فرصة على الدولة المصرية لارباح واموال ونحية تسوقية واشياء كثيرة جدا وضيعت فرصة على النادي الاهلي انه كان يكون اقرب لحظة لقب دوري ابطال افريقيا للمرة التالتة على التوالي نشوف الكابتن ميت حد شلبي سيبنا بقى من المؤامرة بتاعت الاتحاد الافريقي والمؤامرة بتاعت اتحاد الكورة لان انا بسمي برضو اللي حصل في اتحاد الكورة ده ليس له اي معنى اخر الا ان هو مؤامرة ياه اه طبعا يعني مايرقاش الى خارج مثلا اهمال مايرقى حضرتك انت لما اعرضت الجواب بتاع الاتحاد الافريقي نعم اول بند في ال 7 بطولات دورة ابطال الافريقي كاف شامبيونز ليج مزبوط فاينال يعني كاف شامبيونز ليج فاينال مزبوط يبقى اذا ده اول حاجة اول حاجة تتشل طب تتشل ايه يبقى ده مؤامرة مايرقاش معنى تاني يعني مايرقاش تزعل مني استاذ واليد العطار والاستاذ جمال علامكم واصدقاء ومحترمون كل حاجة انت كمان السجام ده اوي مؤامرة دي لا اما ها مالهاش مالهاش هلا تبدي تفسير ايه حضراتك يعني انقدر نحطها في اطار ايه استاذ اهيم ويعني انا شايفها اهمال شديد يعني اهمال شديد وعدم تقدير للا تعرف لو اهمال شديد كان مثلا الجواب كله مراحش او مخرجش المفروض تبعت الجواب ليهم لكل الاندية اللي هي مشاركة في طولة افريقيا نعم نعم وانت كالتحاد كورة انت المفروض تطلب طب مش معنى طلبت الحاجات التانية مش معنى طلبت الكون في درقالية طلبت البطولات اللي هي الضائق بتاعت تلاتة ع عشر شاطئية وشاطئية وكلام الكلام طب انا عايزة اقفل حتة دي يا بستاذ الكون بستأذن حقا يبقى ايزا ده ليس له معنى اخر الا المؤامرة يعني اعنسو بردو مؤامرة دي جامده قوي يعني هل التحاد كورة ماروش رغبة اهمل ان الاهلي اه يعني ممكن نوصرها لا مش اهمل ما انت ما اهملتش في البطولات التانية مش معنى دي اللي شرتها ماهو ده مش اهمل بقى ده تعمد يعني ده تعمد يعني مين هيكون له رغبة انه الاهلي طب ما هو تفسيرها ايه تاني اهملت طيق ركز معايا كده بهدوء واسمع كلام أستاذ ردوان الزياتي بوضوح اللي انت لو حطيت ملف الخطاب اللي تم اخفائه وارسال لوزارة الشباب الرياضة خطاب اخر وشهايه للبند رقم واحد البند رقم واحد وهو بالتالي الاكتر اهمية مش هتصل الا الى النهاية اللي وصل لها الأستاذ ردوان الزياتي لكن ركز مع الكابتن متحة شلبي وازاي قادر اوجه الضيف الحاضر للتخفيف بس ايه يعبر الضيف ده بوجهة نظر انا عايزها يعني ايه يعني انا قلت له ايه جمد اودي يا أستاذ ردوان الزياتي المؤامرة فلگيت الأستاذ ردوان الزياتي مكمل فهعمل ايه في ضيفة تاني موجود وهو الأستاذ حامد بدرة فلما روح الاستاذ ايمان بدرة ايه فلما روح له بالتوجه ده انت ايه رأيك يا أستاذ ايمان مش جمد اودي المؤامرة دي اي واحد هيكون متواجد مكان الاستاذ ايمان بدرة فهم المقدم البرامج عايز يوجهه لفين او عايز يقلل الحدة ازاي فراح الاستاذ ايمان بدرة قال اهمال شديد اللي هي الجملة او الكلمة اللي كان عقب عليها الكابتن متحة شربي فطبعا اللي درس صحة نفسية او درس علم نفسه واللي بيشوف الحدث وفهم يعني ايه تقدر توجه الضيف بشكل او باخر او تقلل حد الضيف ولكن الاستاذ ردوان الزياتي ما فرقش معاه قاله قل لي دي اسمها ايه غير المؤامرة الاهمال ده لو انا اهملت الخطاب بالكامل لكن لما شير رقم واحد هي ملهاش غير معنى واحد المؤامرة ولكن الكابتن متحة شلبي كان بيتعامل مرها في الحس شوية مع خطاب الاتحاد المصري للوزارة كابتن متحة شلبي يعني انا عايز اقولك هو كان مصاب بحالة من محاولة الخروج من ازمة كابتن متحة شلبي يا جماعة المتابع لبرنامجه لم يعتد من فترة طويلة جدا انه يبقى قدامه ضيف بيدافع عن حق النادي الاهلي في حاجة بالشكل ده انس يعني هتلاقي غالبا نوعية الضيوف دي مش هي ضيوف كابتن متحة شلبي خالص ويراجع كده على مدار اخر اربع خمس سنوات شوف ضيوفه كانوا بيبقوا يعني اراءهم ايه او توجهاتهم ايه او موقفهم من قضايا النادي الاهلي ايه فهو تحط في كورنر اهمال اهمال لا مؤامرة لا اهمال مشكلة الرد بالادلة تفصلي برضو مفيش تفسير ده كان الكلام قبل موضوع اتحاد كرة القدم ونتيجة اسيوبيا طيب نتيجة اسيوبيا مباراة بيلعبها منتخب مصر بتحقق فيها نتيجة سيئة جدا ده سيئة جدا كل حاجة سيئة جدا اكيد ولكن الموضوع في اطار كرة القدم وفي اطار اختيار وفي اطار ان كابتن متحط شلبي نفسها نفس وقتها يعني ما طلعش وقف وقال يا جماعة الاختيار ده لا يصلح كابتن اهاب جلال وقتها ما قالش لا انا مش موافق ومش مؤيد كابتن متحط شلبي كان بيبارك وبيشوف وين ادي فرصة وبتاع طب كابتن متحط شلبي اللي كان بيتعامل مع الموضوع انه هو مجرد اختيار لمدرب لما خسرنا قدام اسيوبيا طلع قال ايه نسمع ونشوف هناك اجتماع طارق لمجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة تدعيات هذه المباراة اأمل يا استاذ جمالي علام ومجلسك الموقر من تقديم استقالة فورية لا نقبل على الاطلاق اي اعذار طب خلينا اقول لكم بما ان الكلام جاء بعضه وفي مجلس دلوقتي منعقد ويريت يوصلوا لهم على الهوى كلامنا الاخطاء الفادحة لهذا المجلس ابن ما تكلم على اخطاء الجهاز اللي لازم دا يمشي ولازم دا يمشي قولا واحدا المصريين لن يتحملوا اطلاقا هذه المهانة الكروية وبقول مهانة كروية بكل ما تحمل الكلمة من معنى تخيلوا من احصائيات هذه المباراة النشوط الاول بالكامل خمسة واربعين دقيقة لم تسدد كرة واحدة على مرمى اثيوبيا اولا في تدريبات المنتخب الحالي سهل جمال العلم كان بيحضر يقعد في التراك وفي ايده كوباية الشاه واحد يقول لي وقاعد لا لا اللعيب في ارضية الملعب دول لازم يشعروا بقمة الانضباط بقمة الانضباط اقسم بالله احنا النهاردة كنا فريق شركات احنا النهاردة نلعب في دوري الشركات ما نلعبش في طولة افريق نلعب في دوري الشركات ارجع لكم مرة تانية لجمال العلم جمال العلم بصراحة كده ضحك علينا كلنا جمال العلم سوق للرأي العام المصري ان كيروش لا يريد الاستمرار وهذه غير حقيقة وانا بقول لكم وانا عارف انا بقول ايه وكيروش قبل ما يمشي قال لو عاستت تعرفه انا مشيت ليه اسأله وليد العطار وعمر حسين احنا فرطنا في مدير فني عالمي يا سلام عليك يا كابتن متحة شلبي يا بتاع القضايا يا سلام عليك يا كابتن متحة شلبي يعني هنا كابتن متحة شلبي النسخة بتاعت القضايا نسخة الاصلاحية اللي لا تتقبل ده ابدا استقيل يا مجلس ادارة اتحاد الكرة استقيل يا جمال العلم ضحكت علينا وتأمرت علينا بانك روقت لنا فكرة ان كروش عايز استقيق كل ده شوف يا اخي الحدة وشوف الموقف على الجنب الاخر في قضية النادي الاهلي اهمال عدت كده يا لا ترقى لدرجة المؤامرة يا استاذ ايمان بدرة ويا استاذ ردوان الزياتي يعني ما تظلموش الناس حاجة تانية ده عايز الراجل يمشي عشان كان بيروح التدريب بكباية شاي يعني هو عايزه يمشي عشان بيروح التدريب بكباية شاي الحاجة اللي لا يمكن حد يتقبلها بتمشي وتعد ويتقال ان هي اهمال الحاجة اللي ممكن اراه ووارد قرار خطأ يتقال لا استقيله حالا منفعش تعوده مجلس جمال علام لازم يرحل هو ده زي ما انتو بتشوفوا كابتن متحد شلبي وزي ما قالوكو اسامة الحس المرهف ولكن في اماكن معينة نشوفكو بعد اهلا بحضراتكم من جديد ومعزلنا مستمرين والاهلي خطأحمر عندنا مباراة مهمة بكرة بطبيعة الحال لغياب لعيبة دوليين واصابات كتير جدا عندنا مباراة في كأس مصر ومحدش يسألني ده كأس مصر الموسم الماضي ولا الموسم الجديد لان مش هيفرق السؤال احنا بنلعب اللي بيجي قصادنا وبنلعب بدون الدوليين طبعا مباراة في كأس مصر زي ما انتو عارفين وارد جدا يحصل مفاجآت وبالتالي لابد من التركيز التام عندنا قايمة النهاردة شهدت مفاجآت سعيدة لجماهير النادي الاهلي اهمها وابرزها عودة بدر بنون بعد طول غياب حمد الله على السلامة يا بدر ده مهم جدا بدر بنون افتقدناه بشكل كبير جدا الفترة الاخيرة زي ما افتقدنا اكرم توفيق كان عنصرين مهمين جدا واسسيين في تحقيق لقب البطولة العشرة كمان شهد فارس التمرين وجود كهرباء بعد العودة من الاعارة انتهى اقرار الاول مرة كان بيشارك في التدريبات وايضا اكرم توفيق كان موجود النهاردة اكرم توفيق قلب الاسد لاعب احنا افتقدناه لاعب بجد من اللاعبين اللي انا في رأيي ان حتى اقاط صعب انك تقول لعب يغير نتيجة مباراة في ظروف مباراة الوداد ولكن بالنسبة لي اكرم توفيق لاعب عندي في منزلة مختلفة خالص على مستوى الشخصية على مستوى كل حاجة ظروف المباراة لا اقصد لما تحط اكرم توفيق جابها يومنا وجامبه بدر بنون ده نصف الخط الخلفي نصف الخط الخلفي لحالة بصولة عشرة فانك تصل للنهائي وقادر تعود الغيابات دي وغيابات مؤثرة بالتأكيد نفرق في حزوزك عايزين بقى نستعرض القيمة الخاصة بالمباراة ما كملنهاش معاكم في بداية الحلقة عشان كان عندنا نقاط توضحية مهمة قبل ما نروح للشق الفني نروح بقى لقيمة الفريق في حراسة المرمى مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف طبعا كلهم من الشباب خط الدفاع متولي ربيع بنون محمد خليفة أحمد عبد النبي وحيد كريم فؤاد ومحمد هاني خط الوسط محمد محمود أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر محمد فخري ومحمد أشرف زياد طارق لعب يا جماعة واعد جدا 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 مطهر محمد طهر وإحسن الشحات وفي الوجوم صلاح محسن حسام حسن ومحمد شريف أعتقد عندنا تشكيل لنقدر نلعب بيها بعيدا عن توقوحها عندنا مجموعة تقدر تبدأ مقارنة بفريق في الدرجة التانية ولكن أكيد يا أسامة احنا طول عمرنا بنخاف من مفاجآت الكاس شوي حتى بكرت القدم عالمية لا لا حتى وانت مكتمل الصفوف انت الكاس له مفاجآت كتير أنا عارف فرق خرجت من في قندية درجة تانية وإحنا كان عندنا مشكلة مع فريق بس كان في الدوري أسيوت وقتها بتروي الأسيوت كان في الدوري وقتها لكن ورج جدا انت تخرج من فرق هنروح بعيد ليه فريق الترجي التونسي لسه خارج من بطولة كاس مصر وقيل المدرب فريق درجة تانية كاس تونس كاس تونس كده ترجي مشيحنا ترجي صح اتخرج من كاس تونس مع فريق درجة تانية اتشال فيها رادي الجعادي وجاء الكابتن نبيل معلول يعني بيحظى بشخصية ومحبة جدا للأهلوية ده حقيقية وإحنا بنحترمه وموقفه في 2012 ونهاء 2012 وتقديره في كل الأهلوية والله لمنادي الأهل كان عظيم وهو رجل بيته الترجي هو بيته الترجي وهو مدرب عارف الكرة التونسية كويس مدرب قدير جدا يعني أنا بشوفه من الناس اللي فعلا عندها فكر تدريبي ومحلل أيضا قدير وابنى تمنى التوفيق للترجي إلى أن نصطدم به فنصعد أكيد على حسابه ده كانت أمور مهمة جدا في التدريبات وكان أنا شايف برضو واضح أن في حالة يعني إيجابية لا وعندنا عناصر برضو أسية يعني أنت عندما تكلم أن فيه طهر محمد ناس بدأت خلاص التنشانة تروح شوي أكيد لأن هما عندهم برضو جزء فرس يعني مش بنقول أعذار لأ الكابتنى أمور خطيب كان واضح جدا قال أن الجيل ده الجيل ده وده الرسالة اللي وجهها لجماهير النادي الآلي وده اللي احنا بنوجهه أيضا لجماهير النادي الآلي أن الجيل ده من آخر ست بطولات أفريقية قدر يصل لخمس نائيات صحيح مع الاثناشة توفيق في ثلاثة لكن قدرنا نحق بطولتين عن جدارة واستحقاق وأنا وجهة نظر الشخصية أنني كنا نستحق البطولة التالتة دي ولكن الملابسات والظروف اللي صاحبت المباراة هتأثر بشكل أو بآخر مع كامل احترامي وتأدير لكل الأراء اللي بتقول أن أنت اللي قالي تكسب في أي مكان في النهاية لو الجماهير ما أثرتش عليك بشكل سلبي فهي بالتأكيد أثرت على المنافس بشكل إيجابي جدا وقدر يعوض الفروق مع التوفيق ففقط اللقب فالجيل ده بالفعل وفي إخفاق هو عودنا على منصة التتويج وعودنا على الزاب فنتحمل بعض الإخفاقات من أجل تحقيق المزيد من البطولات أكيد يا أسامة طبعا يعني مهم جدا أن اللعبة بدأت تخرج ومهم نشوف ده في الملعب ونعتقد الاستقرار الفني النادي الأهلي وكل ما يرى مجلس الإدارة في شأن النادي الأهلي وفي شأن مصلحته مستقبلا عندك حاجة عايزة تقولها في الختام آه عايزة تكلم عن فكرة مبارات أسترن كومباني اللي البعض بيحاول أنه يكتسب حقوق مش حقوقه حتى اللعابين الدوليين اللي هيغيبوا عن معسكر كوريا الجنوبية واللعابين الأجانب مش عايزيننا نلعب بيهم وده أمر صعب جدا وأنا رفضه على الإطلاق رسالة مهمة لأن مش هنكون متواجدين قبل مبارات أسترن وكمان رسالة حابب أقولها الختام لكل من يعمل في منظومة كرة القدم في مصر يا جماعة فأي مكان اللي عنده زي النادي الأهلي هيمسك فيه بإيديه وإسنانه وحيحافظ عليه النادي الأهلي يا جماعة هو الجزء المشرق في كرة القدم المصرية على مدار القرن الحالي بنقول النادي الأهلي 17 بطولة 8 دور الأفطار 8 سوبر أفريقي وكونفدرالية عندك نادي الزمالك حقق أربع بطولات فقط على الجانب الآخر منتخب مصر اللي أكيد بنتمنىه الأفضل 3 بطولات هنا مش مقارنة أن المنتخب مصر حقق stretch لا بالنسبة لوضع المنتخبات ده رقم جيد ولكن أصدنا أن النادي الأهلي بخير والكرة المصرية بخير حفظه على النادي الأهلي مش بنقول ساعده النادي الأهلي في حاجة اده النادي الأهلي حاجة فوق حقه فقط حق النادي الأهلي كفيل أنه يخليه بطل إفريقيا كفيل أنه يخليه محافظ على هيبة الكرة المصرية في أفريقيا ويظل النادي الأهلي خط أحمر في أعين محبيه وفي أعين جمهوره نشوفكوا في حلقات قادمة إن شاء الله